سك من الغفراء وفيض حكمته رمضان والقرآن أنهار رحمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه تقبل الله أعمالكم وصيامكم وسائر عباداتكم علاقة الإنسان بأي شخص تتأثر بعدة عوامل من ضمن العوامل التي لها تأثير بالغ في العلاقة بين الإنسان وأي شخص آخر أولا أن تعرف من هو ما هي مشخصاته ما هي مواصفاته الذاتية يعني هو ذاته بماذا تتصف أخلاقه ما هي طريقته في التعامل ما هي هذا سوف يؤثر بالنتيجة الإنسان عندما يكون ظالما مثلا أنت رؤيتك إلى علاقتك به ارتباطك به يختلف عن كونه عادلا كذلك علاقتك بالإنسان العالم تختلف عن علاقتك بالجاهل تم مجرد أن تعرف أن هذا إنسان عالم علاقتك به سوف تختلف تتأثر بخلاف ما لو عرفت أنه هذا جاهل وهكذا لو عرفت أن هذا حسن الخلق أو علمت أنه سيء الخلق تختلف هذا العامل الأول وهو المواصفات الذاتية العامل الثاني علاقتنا بأي شخص كان تختلف باختلاف نظرة ذلك الشخص لنا كيف ينظر لنا ماذا يعتبرنا ما هو إحساسه تجاهنا هذا أيضا يؤثر في بناء العلاقة وتختلف نوع العلاقة باختلاف هذه النظرة الموجودة عندك الشخص المقابل فإذا كان ذلك الشخص المقابل محبا لنا علاقتنا به سوف تختلف عن حال كونه مبغضا لنا إذا كان ذلك الشخص الآخر ينظر لنا نظرة اعتزاز نظرة تقدير يختلف عن ما إذا شخص ينظر لنا نظرة تكبر نظرة ازدراء نظرة غرور تعالي هذا يختلف العامل الثالث المؤثر في بناء العلاقات هو أنه ما الذي قدم لنا ذلك الشخص ماذا فعله لنا فإذا كان أفعال ذلك الشخص تجاهنا هي أفعال إيجابية أفعال حسنة قدم لنا خدمات صاحب فضل علينا صاحب منا علينا شيء طبيعي عنه سوف تختلف عن ذلك الشخص الآخر الذي أسهأ لنا ظالمنا تعدى علينا تجاوز علينا أفعال ذلك الشخص باتجاهنا تؤثر على نوع علاقتنا به هذه القاعدة أيضا تنطبق على علاقة الإنسان بالله عز وجل فالإنسان عندما يعرف من هو الله سوف تختلف علاقته عن الإنسان الذي لا يعرف من هو الله وهكذا كل ما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل سوف يزداد علاقة به وسوف تقوى رابطته بالله عز وجل وأين علاقة الإنسان العارف بالله عن علاقة الإنسان الجاهل بالله وهكذا كل ما ازداد المعرفة وازداد بالله عز وجل تزداد العلاقة إلى أن تصل إلى علاقة رسول الله صلى الله عليه وآله بالله عز وجل وكذلك إذا عرفنا والتفتنا ما هي النظر التي ينظرها الله لعباده كيف ينظر لعباده رغم أنه هو خالقهم ومالكهم وهو الذي أوجدهم من العدم وهم عبيد لا يملكون لأنفسهم من دونه نفعا ولا ظرا وجودهم وبقاؤهم كلهم من عند الله عز وجل فهو أهل للكبرياء والعظم ولكن الإنسان إذا التفت إلى أن الله كيف ينظر لعبيده نظرة رحيمة أرحم من نظرة الأم بل حتى هذه الرحمة الموجودة عند الأم هو يتفت أن هذه نعمة من الله عز وجل ولولا إرادة الله ولطفه وتدبيره لما كانت الأم رحيمة بأبنائها هذا عندما يعرف نظرة الله يعني لعباده سوف تختلف علاقته مع الله كل ما يعرف أكثر كل ما يلتفت إلى هذه النقطة أكثر كل ما سوف تقوى علاقته بالله عز وجل كذلك إذا التفت إلى نعم الله عز وجل الإنسان الملتفت إلى نعم الله علاقته تكون أقوى بكثير من الإنسان غير الملتفت إلى نعم الله وكلما ازداد التفاة إلى نعم الله ازدادت علاقته بالله عز وجل ازداد حبا لله عز وجل ازداد عبودية خضوعا شكرا امتنانا لله عز وجل وهكذا هذه القاعدة أيضا تكون منطبقة على علاقتنا بإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا أردنا أن نطور علاقتنا مع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لا بد أن نلتفت إلى أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة من هو الإمام المهدي كيف ينظر لنا ما الذي قدمه لنا طبعا هناك عوامل أخرى وأقول هنا لا بد أن يلتفت الإنسان إلى هذه الأمور بعض الأحيان الإنسان يعرف من هو إمام المهدي يعرف أنه صاحب فضل علينا يعرف كذا كذا ولكن لا يلتفت هناك فرق بين أنه توجد معلومة في العقل الإنساني وبين أن هذه المعلومة الإنسان يعيشها وتكون راسخة حاضرة في وجدانه إذا التفت الإنسان إلى هذه الأمور سوف تقوى علاقته بصاحب العصر والزمان ولا شك أنه هناك عوامل أخرى لتقوية العلاقة به عجل الله تعالى فرجه الشريف العامل الأول قلنا من هو صاحب العصر والزمان لاحظ الإنسان كل ما التفته إلى فضائل وكرامات ومواصفات شخصية صاحب العصر والزمان سوف تقوى علاقته به أهد البيت عليهم السلام كل ما ازداد الإنسان اطلاعا عنهم كل ما ازداد الإنسان معرفة بشخصهم وبذواتهم ازداد حبا وشغفا به بخلاف أعدائهم لعنة الله عليه كل ما الإنسان يطالع عنهم أكثر كل ما يقرأ عنهم أكثر كل ما يبحث عنهم أكثر يزداد شمئزازا منهم ويزداد بغضا وابتعادا عنهم صاحب العصر والزمان ولا شك الجميع مفروض من الإمامية الأثناء عشرية وكلهم يعرفون من هو الإمام المهدي الإمام المهدي هو ابن الإمام العسكري وابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أفضل الناس في خلقه هذا ماكو شك ولكن هناك بعض الأمور وإن كان الإنسان يعرفها ولكن يحتاج أن يستحضرها يحتاج أن يعيشها يجعلها حية في وجدانه يحتاج أنه يقرأ أكثر يطالع أكثر عن صاحب العصر والزمان هناك بعض المواصفات مثلا مختصة به هناك لا هي مواصفات عامة له ولآبائه الطاهرين ولكن أيضا هي موجودة به فكل ما يعرف عنه أكثر يزداد حبا له يزداد علاقة به رابطته بإمام زمانه سوف تكون أقوى مثلا من هو الإمام المهدي؟ الإمام المهدي هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله فقد روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب كمال الدين بسنده عن جابر الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا وخلقا الإنسان الذي هو يحب رسول الله صلى الله عليه وآله أي شيء مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسوف يحبه فإذا الإنسان استحضر هذه المعلومة أنه صاحب الزمان هو أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله زي ما هي أخلاق رسول الله قال عنه تعالى في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم وصاحب الزمان أشبه الناس به خلقا وخلقا إذن صاحب الزمان أيضا أنه لعلى خلق عظيم أخلاق نفس أخلاق رسول الله أو أشبه الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظ أي إنسان عندما تعرف أنه هذا حسن الخلق إنسان كاسب في السوق هذا معروف أنه هذا حسن الخلق مجرد أن تعرف هذه المعلومة عنه من دون أنه أنت تنتفع منه أي شيء من دون أن يكون عندك أي مصلحة شخصية معه تعلم أن هذه الشخصية فيها هذه الصفة وهي صفة حسن الخلق طبيعا أنت سوف تنجذب له الإنسان ذو فترة السليمة ينجذب ليصاحب الخلق الحسن فإذا التفت أن صاحب العصر والزمان هو أحسن الناس خلقا وخلقا في هذا الزمان وأنك لعلى خلق عظيم في زماننا هذا تجليها في صاحب العصر والزمان سوف تقوى علاقته به عندما يقول أشبه الناس بخلقا وخلقا ما هي أيضا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله أخلاق رسول الله مثلا العبادة كان أكثر الناس عبادة حتى قال له تعالى في كتابه طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لشدة وكثرة عبادته حتى كان يتأذى ويتألم بدنه من كثرة العبادة وعندما يسأل يقول أفلا أكون عبدا شكورا هذه الصفاء أيضا موجودة في صاحب العصر والزمان أنت عندما تسمع إنسان هو إنسان مؤمن يسمع أن فلان هذا من العابدين هذا من عباد الله الصالحين هذا عابد طبيعا وينجذب له ولذلك الناس ينجذبون إلى الصلحاء ينجذبون إلى العلماء الأتقياء من أهل العبادة من أهل المعرفة فإذا لاحظ أن صاحب العصر والزمان يلتفت لكنا نعرف أن صاحب العصر والزمان هو يعبد الله عز وجل وعبادته كثيرا ولكن إذا التفت واستحضر هذه النقطة أنه صاحب العصر والزمان هو من أكثر الناس أو هو أكثر أكثر الناس عبادتين علاقت بي سوف رؤيته نظرت لي صاحب العصر والزمان سوف تختلف وإن كان يعرف هذا الأمر وهكذا كثير من الإمام المهدي عليه السلام عجل الله فرجه مجاهد في الحديث يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي القرآن يقول ماذا؟ فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الإنسان أيضا بطبيعته يحب المجاهدين الإنسان المؤمن عندما يسمع فلان مجاهد سوف يحبه تزداد علاقته به كذلك عندما يلتفت أن صاحب العصر والزمان هو أعلى وأبرز المجاهدين علاقته سوف تتطور به بعد الإمام الصادق يقول الإمام الصادق يقول فيه كتاب الغيبة لشيخ النعماني عندما سئله الإمام الصادق عليه السلام قال هل وليد القائم؟ فأجاب الإمام لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي أعرف كم هي شخصية عظيمة شخصية صاحب العصر والزمان بحيث الإمام الصادق الذي هو جده جده ليس مثلاً هو ابنه الابن يخدم أبوه هذا أمر طبيعي هذا بره ولديه بالوالد أما الوالد الجد يتمنى يتمنى أن يدرك صاحب العصر والزمان لكي يخدمه ليس ساعة أو ساعتان أو يوم أو يومان بل يتمنى أن يخدمه أيام حياته ما هو هذا الشأن والمقام والفضل العظيم لهذا الإمام عند الله عز وجل بحيث جده الإمام الصادق جعفر بن محمد يتمنى أن يخدمه أيام حياته كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الواسطة بين الله وعباده وخليفة الله في أرضه فقد ورد في دعاء الندبة أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هذه كلها مقامات عظيمة نعجز عن إدراك كمال حقيقتها ولكن عندما الإنسان يتصورها يعرف أن كم هو هذا الشخص عظيم وبالنتيجة علاقته به سوف تكون علاقة مختلفة وهكذا أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وواسطة الفيض الإلهي فقد ورد في زيارة الجامعة أنه هو وآباؤه الطاهرون قال الإمام الهادي في زيارة الجامعة بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث لاحظ أي مقام هذا بحيث أن الله عز وجل عندما يريد أن ينزل المطر على الأرض أو يريد أن ينزل الرزق للعباد هو يكون بواسطة أهل البيت عليه وسلم وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الظور هذه المقامات إنسان كل ما يستحضر هذه المقامات تتطور وتقوى علاقته بصاحب العصر والزمان ولابد لكل إنسان موالي ومهتم بأن يقوي علاقته بإمام زمانه أن يبقى يطالع يبقى يقرأ يبحث عن إمام زمانه كل ما يعرف أزيد كل ما يقرأ أزيد سوف يزداد حباً وتقوى علاقته بإمام زمانه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العارفين بإمام زمانهم المؤدينة ولو لجزء من حقوقه سلام الله عليه والحمد لله رب العالمين سك من الغفر وفيض حكمته رمضان والقرآن أنهار رحمته